السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم فوجة عبدالعزيز مدرس راديات يا شباب تاني أسانوا الكتاب ده مش بتاعي الكتاب ده بطالب عندي في المدرسة اسمه يوسف صبغي بصراحة الطالب ده من الطلاب المتفوقين وبرضو من الطلاب المؤدبين قال لي يا ميسر أنا حليت أسيلة الاختيار من متعدد على الدلة الأسية وتطبيقاته بعد إذن حضرتك عايزك تشوف الحل ده صح ولا غلاء أنا هعمل فكرة جديدة إن شاء الله تستفيدوا منها هرجح كل المسائل معاكم وانتوا في الآخر تحديده هل يوسف من الطلاب المتفوقين ولا لا بس إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يلا بنا اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة رقم واحد إذا كانت ده الحيث ده السين بتساوى ألف وستسين ده لأوسية فإن ألف تنتمي إلى نوبا موجود أربع اختيارات يوسف اختار رقم ده هل رقم ده الصحة ولا غلط؟ تعالوا لماشي واحدة واحدة ده السين بتساوى ألف وستسين ده اسمها دالة وستية بس الشرط في الدالة الوسية الأساس إما يكون أكبر من واحد يبقى دالة تزاودي أكبر من واحد يبقى دالة تزاودي أو الأساس ينحصر بين صفر وواحد يبقى دالة تناقصية يبقى بصفة عامة الأساس كل العداد الحقية الموجبة معدل واحد اللي هي رقم دال برافع عليك يا يوسف رقم اتنين إذا كان دال سين بتساوى تلاتة وستسين موجبة اتنين فإن دال سالب اتنين بتساو نوبا دي الدالة الأصلية وده الدالة الجديدة هشيل سين وحط سالب اتنين بس هشيل سين في الطرف العيمن وفي الطرف العيسر هشيل سين في الطرف العيمن وحط سالب اتنين يبقى دال سالب اتنين هشيل سين في الطرف العيسر وحط سالب اتنين يبقى تلاتة والسالب اتنين موجبة اتنين هنختصر يلا بنا يا شباب يبقى احنا هنماشي خطوة خطوة على التوصول لديها 200-30 فك related. يعني شير 5,6 ينضح المناني alright, ي بقي 30-30 ينضح المنزل المحافظيات جميلة الان better سنأكد Schule 2 موجة بستفجار احنا عارفين اي حاجة واستصفر بواحد مليون واستصفر بواحد واحد واستصفر بواحد اي حاجة واستصفر بواحد هل يوسف عملها صحة ولا غلط تعالوا نشوف يوسف خد رقم به يا لهو عليك يا يوسف ده قل بصفر و احنا قلنا بواحد غلط يا يوسف رقم ثلاث اذا كان دالسين بتصوى اربعة و سيسين سالب واحد فان دالسين موجب واحد بتصوى نوضع في موجود اربع اختيارات يوسف اختر رقم الف هل رقم الف صح ولا غلط مش عارف بس خدوا بالكم هنا سين وهنا سين موجب واحد يعني زودت واحد طب انا هعمل فكرة تانية كويس شيل سين ده وحط سين موجب واحد وشيل في الايصر برضو حط سين موجب واحد واختصر يبقى عاوض في الايمن اشيل سين وحط سين موجب واحد عاوض في الايصر شيل سين وحط سين موجب واحد يلا بنا يبقى يا شباب هنا سين بعد سين موجب واحد عاوض في الايمن شيل سين وحط سين موجب واحد تعالوا نعاوض في الايمن شيل سين وحط سين موجب واحد يبقى دالسين موجب واحد بتساوي عاوض في الايصر شيل سين وحط سين موجب واحد يبقى اربعة و سيسين موجب واحد سالب واحد نختص موجة بواحد تروح مع السلب واحد يبقى 64 هل يوسف عملها 64 يلا نشوف فعلا نعمل 64 برافع عليك يوسف رقم اربعة اذا كانت دالسين بتسوي 62 فان دالس سلبسين بتسوي نغة سهلة خالص لجوه القدس هنا سنة ولجوه القدس هنا السلبسين يبقى في الدالة هشيل سنة وحطه سلبسين في الايمن والايسر شيل في الايمن سنة وحطه سلبسين شيل في الايسر سنة وحطه سلبسين بس اخدوا بالكم في حتة صغيرة اذا لجيتوا قدسين ومضربين في بعض ممكن توزع القدس الاول على الاساس جوا كوس والقدس التاني تحطه على الكوس خدوا بالكم دي عشان فكرة صغيرة بسيطة يلا بنا هنا السين بقى هنا سلبسين يبقى عود في الدالة هشيل سنة وحطه سلبسين شيل في الطرف الهامن سنة وحطه سلبسين يبقى دال سلبسين بتساوي شيل في الايسر سنة وحطه سلبسين يبقى 2 سلبسين بس اخدوا بالكم سلبسين يعني سلبسين يعني سلبسين مضربة في سين خلاص القس ووزعه الاساس وحطه في كوس والقس التاني على الكوس يبقى 2 سلبس واحد جوا الكوس وعلى الكوس اسسين بتساوي 2 سلبس واحد المفروض مقام واحد احنا عارفين العدد في البسط اذا الجسم السلبس ينزل في مقامه يبقى 2 السلب واحد هي ١ ع ٢ يبقى عمل ١ ع ٢ وخلوا اسسين على الكوس الواحد 2 سلبس واحد 2 سلبس واحد ، اذا الجسم السلبس تنزل مقامه ٢ واحد ما يبقى если بسط يبقى اكتب واحد 1 ع ٢ فالizada الكوس واسسين على الكوس زيما هل يوسف عمله كده؟ تعال نشوف. يا لهو يوسف محل هاش خالص غلط يوت. رقم خمس اذا كانت دالسين بتسوي خمسة وسلب سين فان دالسين سلب واحد على دالسين مجاب واحد بتسوي نور. دي عزة تركيز يا شباب. في البسط سعود في الايسر واشيل سين وحط سين سالب واحد. في المقام اعود في الايسر واشيل سين وحط سين مجاب واحد. بس خدوا بالكم في الاوسس سالب سين. اذا حطيت سالب ولاقيت السين بمقدار يبقى تحطيه جوه كوس. بعد كده توزع السالب في الجوه الكوب. هتلاك جسمي تأسات متشافه يبقى نطرح الاوسس. خدوا بالكم دي عشبان. تب لما نطرح الاوسس لقيت المقام مقدار يبقى عكس اشارات كل المقدار. حاجات دي مهمة يا شباب يلا بينا. هنكتبها تاني عشان ما نطلق بطش دالسين سالب واحد في البسط على دالسين مجاب واحد في المقام. هنكتبها. هنكتبها في الطرف الاوسس وخلاص. في دي. البسط دالسين سالب واحد. خلاص. شيل السين وحطوا سين سالب واحد. بس قبلها سالب يبقى جوه كوس. في البسط ستبقى خمسة او سي سالب. افتح كوس. شيل السين وحطوا سين سالب واحد. يحطوا سين مجاب واحد. عوض في الايسا. شيل السين دي وحطوا سين مجاب واحد. بس قبلها سالب. يبقى حطوا المقدار جوه كوس. خمسة او سي سالب جمهية. شيل السين وحطوا سين مجاب واحد. يحطوا جوه كوس. سين مجاب واحد. لانها قبلها سالب. هنبدأ نعوض. خمسة زمانية. وزع السالب في الجوه الكوس. سالب في سين بسالب سين. سالب في سالب واحد بمجاب واحد. عالم. خمسة في الأساس زمانية. وزع السالب في الجوه الكوس. سالب في سين بسالب سين. سالب في مجاب واحد بسالب واحد. نطرح العسوس. عس الباست نقص عس المقام. الورقة خلصت هجيب ورقة تانية يا شباب. يبقى يا شباب. هلاقي الاساس في الباست ازاي الاساس في المقام نزيله جمعه. اكتب عس الباست نقص عس المقام. عس الباست اللي هو سالب سين موجة بواحد. ناقص عس المقام بس هلاقي المقام مقدار. خلاص عقص اشارات اللي في المقام. سالب سين تبقى موجة بسين. سالب واحد تبقى موجة بواحد. يبقى سالب اس المقام. هلاقي اس المقام مقدار. خلاص عقص اشارات اس المقام كله. سالب سين تبقى موجة بسين. سالب واحد اختصر. هل يوسف عملها كده? تعال نشوف. فعلا يوسف خطها رقم خمسة وعشرين زي ما احنا قلنا برافع عليك يوسف. رقم ستة ازا كانت دالسين ساليب واحد بتساوي اثنين وثلسين موجب واحد فانا دالسين بتساوي نوبا. خدوا بلكم دي عشان دي عزة تركيز. هنا سين ساليب واحد بات سين. يعني زودت واحد هنا. هتزود واحد هنا هتزود واحد هنا برد. بس واحد يقول لها زود واحد تحت ولا فوق تبتعن ماشي واحد واحد عشان منطلق برد. شي السين ده وحطت سينزا واحد الو شلت وحطت سينزايد واحد هتزود واحد ساتس واحد بك تبقى سينزايد وحتي صين زايد واحد. إحنا اتفقد نحو شل السين واحطه مع السينزايد واحد. يلا بين يا شباب بديمشي تطلقو طالب. يبقى شباب هعمليه ، عشان سين سرواه و تبقى سين بواطع سين بتسوي سين زادواه يبقى بواطع سين هتسوي سين زادواه نسيل سين داي وحط سني زادواه تعال نعوض في الايمة يبقى داي نسيل سين وحط سين زادواه وبعدها سالب 1 زماني بتساو عود في الايصر اتنين شلسين داو حطو سين زادوا واحد وبعدها زادوا واحد زماني ماشي يا شباب؟ تعالوا نختصر لأيمن ونختصر الايصر موجة بواحد تروح مع السالب واحد يبدل سين بس بتساو اتنين في الايصر سين زايد واحد زايد واحد تبقى سين زايد اتنين يبقى دال سين هل تساو اتنين سين زايد اتنين اتنين سين زايد اتنين هل يوسف عملها كده؟ تعال نشوف طبعا يا شباب هو اختار رقم الف اللي هي اتنين وستسين طبعا غلط يا يوسف يا له عليك يا يوسف رقم سبع اذا كانت دال سين بتساو اولف وستسين فان دال سين مجاب واحد في دال سين سالب واحد بتساو دا النوبة موجود اربع اختيارات يوسف اختار رقم به هل رقم به صحة ولا غلط مش عارف بس اللي انا عارفه ان دي المسالة دي عاجزة تركيز جامع الطرف الايمن المطلوب ده دال سين مجاب واحد في دال سين سالب واحد هجيب الناتج بتاعها ازاي عوض في الطرف الايسر للدال واختصم بس هو مش عايز الناتج بتاعها ده هو عايز بيزاو دال ايه؟ في كل اختيار من الاختيارات هعوض في الطرف الايسر للدال واشوف اهل الناتج هيددينا الناتج بتاع الطرف الايمن المطلوب اخذ الاختيار بتاعها هل هو به مش عارف ليس تعالوا نماشي واحدة واحدة يبقى يا شباب اول حاجة اجيب ناتج الطرف الايمن المطلوب ده سين مجاب واحد عوض في الطرف الايسر ده سين سالب واحد عوض في الطرف الايسر للدال تعالوا نجيب ده سين مجاب واحد شيل سين ده وحط سين مجاب واحد سين مجاب واحد في بينهم زماهية انا بس عوض بتاع الدال سين مجاب واحد تعالوا نعوض بتاع الدال سين سالب واحد شيل سين ده وحط سين سالب واحد يبقى الف السين سالب واحد بتساوي هل اقدر بأسات مشابهة اثبت الاساس اجمع الاسس تعالوا نعملها في جانب كده سين ده سين مجاب واحد زي ده ستاني سالب واحد بتساوي مجاب واحد تروح مع السالب واحد يبقى سين زي سين الى اثنين سين يبقى اضطيطل عالف وست اثنين سين هل اكتب هنا عالف وست اثنين سين لا ده وعايز بتساوي دال ايه اعمل ايه اعوض كل اختيار من دولت في الطرف الايسر للدال نعمل تعالوا يلا نجيب دال اثنين سين مجاب واحد شيل سين ده وحط اثنين سين مجاب واحد طرف الايسر للدال شيل سين ده وحط اثنين سين مجاب واحد يبقى الف وست اثنين سين مجاب واحد على اثنين سين علف وست اثنين سين هل يددنا ناتج ده اما لم يوم لا حأس لاش чисل تثين فى الطرف الايسى اقليل ده اما الموت وفتو 2 C هل يدنا ناتج هنا فى اما هذا ج streets اماหلول الناتج فى انا جده امتو th3 يعود نضيفها عن اثنين شيل سين في الطرف الاسر اللي ادله وحط اتنين تبقى الف واتتنين هل ادانا الناتج ده غلط يبقى هاخد الاختيار ده يا شباب اتنين سين هل يوسف عملها كده تعالي نشوفه يا لهو عليك يا يوسف احنا قلنا اتنين سين هو اخد الف واتتنين سين غلط يا يوسف رقم تماني اذا كان ده سين موجب واحد بتساوي اتنين واسسين وكان ده القلب بتساوي تمانية فهن القلب بتساوي نور موجود اربع اختيارات يوسف اختار رقم جيم هل رقم جيم صح والله غلط لا مش عارف لسه انا لسه مش عارف بس اللي اعرفه ان يدي المسألة صعبة وطويلة ازي هنمشي خط وخط هنا لجوه القص هنا سين موجب واحد ولجوه القص هنا قلب انا عايز اعرف عاوض عن سين بكاة ساوي لجوه القص هنا بالجوه القص هنا وخلي السين وشوف السين بكاة خلي السين لوحدها في الطرف العين لما تعرف كمت سين عاوض في الطرف الايسر للدلة وساوي المبدار كله بتماني يبقى عاوض عن كمت سين اللي انت جبته في الطرف الايسر للدلة وساوي الناتج بتماني هتلاقي معادلة أسية. لازم الأساس يساوي الأساس عشان الأسس يساوي الأسس. مسألة طويلة يا شباب. يلا بنا. يبقى يا شباب اللي أنا عارفه ان المسألة دي طويلة. أنا مش عارف لغد الوقت الحل كان. اللي جوه الكوس سين مجاب واحد. اللي جوه الكوس سين آلف. ساو دي بدي. يبقى السين مجاب واحد الشهور الأول. اللي جوه الكوس 있고 التاني. أنا عايز السين لوحد. يبقى مجاب واحد سيا بواحد سيلب واحد. يبقى السين هتساوي الف سالب واحد. يبقى أنا عرف متعاوض عن سين بالي سالب واحد شايفين الطرف الأيسر دي. الشيل سين وحط ألف سالب واحد. بعد ما عود تساوي النتجة بتمني. لان دلئ 08 ثانية شباب اكترى في الايصر ألي ho 8000 في 1. تبقىst 2000 سبقى اتساوي الناتج كله بالنتج ذي اللي هو دي بتاع 8 arch 2 نaire وضعت الزين اللي انت جبتها ألف سالة واحد. بقيت اثنين أسس لفين السالة واحد. اساوي النتج كله بال تماني. هلاجى معادلة اسيين. الاساس هنا اثنين. لازم اخلي الاساس هنا اثنين. حد يقول الاثنين أس كان بتمانيين. ورفع اليها اثنين أس ثلات. هلاجى الاساس بيساوي الاساس. يبقى الأس يبقى الكثير للأس. يبقى ازا كثيرا كثيرا. سالب 1 تساوي ثلاثة. بساس يقوم بساس يقوم بساس. الاس هنا هنا ثلاثة يقوم ببعض. سالب 1 تريد كارا اكثر اشارة مجاب 1 يقوم بساسة ثلاثة ثلاثة زاد واحد بكملاء شباب اربعة. هل يوسف عملها اربعة؟ تعالوا نشوف. او رفع عليك يا يوسف يا الله انوهم. صح كنت اعملها غلط معلش لان انا شايف غلطات ياما بس برافع عليه دي مسألة طويلة وصعبة ضيطة للطلاب المتفوقين رقم تسعة ازا كان ده السين بتسوي تلاتة والسين سلبة اثنين فان مجموعة تحل المعادلة ده السين سلبة واحد بتسوي واحد وتوانين هي نوبة دي برضو فيها شبه من دي بس اسه هنا سين بعد سين سالب واحد يبقى اشيل سين في الطرف العسر للدلة وحطه سين سالب واحد وسوي الناتش كل واحد وتمانين شابه الخطوات دي يا شباب هتلاقي معادلة اوسي بس دي اسه شوي لان هعرف اللي انا عاوض عنه على طول هنا سين بعد سين سالب واحد يبقى عاوض في الطرف العسر للدلة ده وشيل سين وحطه سين سالب واحد بتلاتة اوسي سالب واحد سالب اثنين بتسوي واحد وتمانين سوي المقدار كله بواحد وثمانين. يلا بنا. يبقى. هنا سين بقى سين سالب واحد. الطرف الايسر للدلة داي شهد سين وحطه سين سالب واحد. تلاتة زمايه. شهد سين وحطه سين سالب واحد. سالب اثنين زمايه. بتساوي. الناتج بتاع الدلة كله كام واحد وثمانين. يبقى المقدار كله ساوي بواحد وثمانين. طيب تعالوا نعملوا خطوة تحته. اختصر دي. تلاتة وثمانين زمايه. سالب واحد وثمانين بسالب تلاتة. بتساوي. انا عايز اخلي دي اساس واسي. الاساس هنا تلاتة. يبقى لازم اخلي الاساس بتاع ده تلاتة. حد يقول تلاتة وثمانين بغراف عليه تلاتة السابقة. اولاقي الاساس بساوي الاساس. يبقى للدوش بنساوي الوه يقول سين سالب تلاتة. بتساوي. لوج هنا كام سين سالب تلاتة. سانب ثلاثة ترع باعكس لشارله. يبقى سين بتساوي اربعة زياد تلاتة. اربعة زياد تلاتة كما يشباه بسبح. هل يوسف عميل هذه كده تعالي نشوف. برفع عليك يوسف. هو حط سبع جو مجموعة لان عايز مجموعة الحل. برفع عليك يوسف صح. رقم عاشر. اذا كان دال سين بتسوي اثنين وستين فانا مجموعة حل للمعادلة. دال اثنين سين سيالي بدال سين مجاب واحد بتسوي صفر هي نوبة. موجود اربع اختيارات. يوسف اختر رقم به. شكلها غلط يا يوسف. انا مش عارف لسه. هنمسوا واحدة واحدة. خدوا بالكم. الطرف الايمن للمعادلة. ها عور. عايز دال اثنين سين. شيل الطرف الايسر للدالة. تشيل سين وحطه اثنين سين. يبقى اثنين وستين سين. عايز دال سين مجاب واحد. الطرف الايسر للدالة. تشيل سين وحطه سين مجاب واحد. تبقى اثنين وستين مجاب واحد. هتبقى اثنين وستين سين هنا وسالب زمية وهنا اتنين واسسين مجاب واحد. بتسوي صف. هبدأ احل المعادلة. هلاقي في الوسس جامع. اذا لقيت الوسس مقدار اضرب الاساس في نفسه ووزع الوسس الاول على الاساس الاول على الاساس التاني على الاساس التاني. بعد كده اطلع مشترق. بس هعمل حتة صغيرة هعرفها لكم دل وقت. يلا بينا. يبقى المعادلة. شايفين الطرف الايمن للمعادلة? تعالوا نعوض عن كل حد فيه. ده الاثنين سين. الطرف الايسر ده 60 وحطه اتنين سين. يبقى 62 سين. سالب زي ما هي. عايز ده سين مجاب واحد. طرف الايسر 60 وحطه سين مجاب واحد. يبقى 62 مجاب واحد. بتسوي صفر زي ما هي. ده الاثنين سين انا عايز يعوض عنها. سين في الطرف الايسر للدلة وحطه اتنين سين. تبقى 62 سين. سالب زي ما هي. ده السين مجاب واحد. انا عايز اعوض عنها. سين في الطرف الايسر للدلة وحطه سين مجاب واحد. تبقى 62 مجاب واحد. تعالوا نختص. اتنين وسين يعني اتنين وسين في اتنين وسين. لان احنا عارفين فضرب الايسر المتشافهة من اجمع الاسر. يبقى 62 في 62. دي هتساعدني دلوقت في العام المشترع. يبقى 62 سين عبارة عن 62 في 62. لان لو جمعنا الاسر السين زي سين في اتنين سين. والاساس زي ما هو. نابل. هلاجي الاسر هنا مجاب. ادرب الاساس في نفسه. اتنين في اتنين. الاسر الاول حطه على الاساس الاول. يبقى 63. الاسر الثاني حطه على الاساس الثاني. اسر واحد. وعلى العارفين الاسر واحد ما بتكذبش. بتساوي سفر. بسهولة دلوقت اطلع المشترك. حد يقول له. الحد الاول ده. والحد الثاني ده. ايه المشترك 62? يلا. طلع 62 مشترك. حد اتنين سين منهن اتباق اتنين سين. سي. حد اتنين سين منهن اتباق اتنين. بيتساوي سفر. ايساوي بار الاساس بسفر و لجو الاساس بسفر. عشان مطلع باتشي. شرد خطف النص. اللي برا الكوسي اتنين و تسين سواب الصيف. اللي جو الكوسي اتنين و تسين ساوي بسفر. تعالوا نحل دي. اتنين و تسين بسفر و مرفوق. طبعا استحاله يكون ايه حاجه. لها اس يطلع الناتج بسفر. ويجاره. اتنين و تس خمسة عمره ما طلع صيفر. اتنين و تس ست عمره ما طلع صيفر. اتنين و تس صيفر بواحد. مش هتطلع صيفر. اتنين و تس سالب اتنين شاجل مش هتطلع بصيفر. ماشي. يبقى استحال اتنين و تسين بصيفر. اذا لديه عدد اتنين و تسين بصيفر. تعالوا دي. السالب اتنين و ترعب عكس الاشهار. يبقى اتنين و تساوي اتنين. المفروض اتنين و تس واحد. الاساس بيساوي الاساس. يبقى الاس بيساوي الاس. يعني السين بتساوي واحد. هو عز مجموعة الحل لاخدوا بالكم. ده مالهاش حل. لكن ده حلها كام واحد. يبقى المجموعة واحد. فان مجموعة الحل. بتساوي المجموعة واحد. هل يوسف خد المجموعة واحد? تعالوا نشوف. يا له عليك يا يوسف. ده خد المجموعة صفر واحد. طبعا غرطت يا يوسف. غرطت يا ما يوسف. رقم حداشر. اذا كان ده السين بتساوي تلاتة عسسين. فان اكمل سين على حق المعادلة. ده السين مجموعة. سالب ده السين سالب واحد. بتساوي 24. هي نوبة. شابه المسألة اللي قبلها. إن صدراتي أحسين هيا. سأعزي التركيز. الان عامن المعادلة. ستوقخي من الغريق على الاسر. متحرك على الوزع سين مجموعة واحد. وهذا السين سالب ايلا. سن في الطرف الاسر للدل وضعه سن سلب 1 سن اضرب الاساس في نفسه ووزع الاساس الأول على الاساس الأول والثاني على الاساس الأول سنجد عمل مشترك يلا بنا يا شباب سنجد خطوة خطوة هذا الطرف العمل المعادلة سن سن مجاب 1 أسر اضرب الاساس الأول والثاني على الاساس الأول على الاساس لاحقين أو القKEN سن سن سلب 1 ما يدري لازمarin سن سلب 1 سن رجح ريح بتتسريع الاساس أولاي آه اولاسyour أعطت مقدار حفص昨ه لكنيح أضرب الأساس في نفسه- الثلاثة في الثلاثة قس الأول حده على الأساس الأول يوضع الأساس من الوضع друга قس الثاني حده على الأساس الثاني قس واحدا، والاoded لا يكن تت 책ز mod هنا الأساس أضربه في نفسه الثلاثة في الثلاثة الأس وضع الأساس الأول، وف precedingTH الأساس الثاني من الوضع الأساس محفص يبقي عليه واحد هنا سارب واحد مجرب واحد، وهو واحد هنا السلب الوحد لازم اضعه بالشاط У. بيسا 24 ده حد وده حد, هلاجي اخرجت تلاتة والسلوب مشترك مضروف كله بئة 23 مشترك شغلت تلاتة والسلوب يتبقى 3 ناجس شغلت تلاتة والسلوب وحد حد يفكر تلاتة والسلوب الوحد الي يبقى تلاتة والسلوب وحد هتصوي احد عل التلات عاستي جابها بلاي الحاسب هات احنا الوش الثالث ينزل في المقام والسموجة. تلاتة والسالب واحد نزل تلاتة والسواحد. مفيش حاجة في البص يبجي اكتب واحد عالتلات. يبجي احط هنا مكان تلاتة والسالب واحد دولت. يتساوي 24. دي مضروبة في دي. تلاتة والسين. في دي عايز تجيبها باللحاج بها تبس انا عايز اتعلم يدوين. تلاتة على واحد. تلاتة حطيت تلاتة على واحد ناجس تلات. بتساوي واحد المقام. اضرب ده في دي. واحد في تلاتة بتلاتة. اضرب دي في دي ودي في دي. تلاتة في تلاتة بتسعة. ناجس. واحد في واحد بواحد. بتساوي تسعة ناجس واحد تمانية على التلاتة. يبجي احط هنا تمانية على التلاتة. 23 مضروب فيها العدد كسر أتخلص منه إذا أجلبه واضربه في الناحيتي 8 على 3 إذا أجلبه تبقى كام 3 على 8 إضربه هنا فيه 3 على 8 وإضربه هنا فيه 3 على 8 نختصر هنا 3 في البس تروح مع 3 في المقام 8 في البس تروح مع 8 في المقام يتبجى 23 7 ساوى 7 24 على 8 ثلاثة 3 3 3 أخذها 3 3 9 9 3 3 3 لابد الأسس يتبقى الأسس يبقى الوسف يسأل يوسف سين بيتساوي اثنين يبقى كمت سين بيتساوي اثنين هل يوسف عملها كده؟ تعالوا نشوف ورفع عليك يا يوسف الله ينوه رقم 12 إذا كانت دالسين بيتساوي الثلاثة أو الثلاثين فإننا كمت سين يردت تحقق العلاقة يالهوي ده مسالة سود دالتنين سين سالب 24 دالتنين سالب واحد سالب دالتنين بيتساوي صفر هي نور موجودة اربعة اختيارات يوسف خذ رقم 10 أنا والله لسه مش عارف الحال بس اللي المتأكد منه ان دي مسالة شكلها سود يلا بينا شكلها سود يا شباب شايفين الطرف العمل المعادلة هعود عن كل حال دال 2 سنة الطرف العسر للدالة 23 سنة سالب 24 جمعية دال سنة سالب 1 سالب 23 سالب 1 سالب 2 دال 2 سنة ثالب 2 دال 3 ساوصف دال 2 سنة دال 3 ساوصف دالة 23 سنة سالب 2 سالب 24 ساوصف قبل المجتمع ثلاثة . وضع الغcoon الأول واول واس phen 2017 وعطب الأحس le usin 2017. سالب اختصر تلاتة واثتنين بالتسعة بتساو سافي لسه نختص تلاتة واثتنين سن زمائي ناقص خدوا بالكم تلاتة واثتنين زمائي اربعة واثتنين في تلاتة واثتنين سالب واحد اعملها في جامع اربعة واثتنين في تلاتة 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 23 زمايا وبين سرب 9 زمايا خذوا بالكم هنا 3 أس 2 سين وهنا 23 وهنا ما فيش 23 خاض بس الأس في الأول دع في الأس في الثاني هنا 2 سين وهنا سين يوضع تحليل مقدار ثلاث بسيط ثاني 23 سين 23 ما فيش 23 خاض الأس في الأول دع في الأس في الثاني يوضع تحليل مقدار ثلاث بسيط ازاي اعمل كسين واربعة اخذ الثلاثة اللي ها أصغر أس هنا 23 سين وهنا 23 أخذ الثلاثة اللي ها أصغر أس 23 سين هنا و33 ها أضرب ضيف دي ها تديني 23 سين 3 زمايا واجمع له 23 زي 2 سين تعالوا نشوف الثالث الثالث شرطه السالب يبقى عمل حشتين أول حاجة يجب عددان حصد ضربون الثالث وحصد ترحم الأوس يجب عددان الدربون الثالث وترحم الثمانية مش هلاك غير تسعة في واحد حط هنا تسعة وهنا واحد تسعة في واحد بتسعة وتسعة نقص واحد تمانية ثانية حاجة أخلي الشرطان عكسي بعض بس الشرط الكبير مثل الأوسط وشارط صغير عكسه الكبير التسعي بقى مثل الشرط الأوسط سالب الصغير واحد عكسي سالب موز أعمل بتسعة وصف أشياد غطف النص عشان أسعو كل قوز بصف أسعو دي بصف ثلاثة وشيسين سالب تسعة سوا بصف يبقى ثلاثة وشيسين هاتسعو تسعة ثلاثة وشيسين هاتسعو تسعة عبارة عن ثلاثة وشيسين هاتسعو تسعو 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 تسع سالب واحد. الاسس لازم الاناتج يطلع بكام بعدد موزة. ما ينفحس يطلع بعدد سالب. يبقى كم تسين بكامل سباب باتنين. هل يوسف عملها كده? تعال نشوف. الله نعر عليك يوسف عملها اتنين براف علي. ايه الحلاوة دي? رقم 13. تكون الدلة الاسية اساسها الف تزاودية اذا كانت نوبة. انا لسه جاهد دلوقتي هنا. الاساس اذا كان اكبر من واحد يبقى تزاودية. الاساس اذا كان ينحصر بين سفر واحد يبقى تناقصي. يبقى هنا بيقولك ايه تكون الدلة الاسية لا تأسها الف تزاودية اذا كان الف اكبر من واحد براف عليك يوسف. طب احنا نتأكد دلوقتي بالرسم يلا بينا. يبقى دلوقتي تكون الدلة الاساسية التي اسها الف تزاودية اذا كان الف اكبر من واحد. عايزين مثال لكله. اتنين اساسين مثلا. طب انا عايز ارسمها. هيبقى المرحانة فوق محور السناء. اللي على الشمال جرايب للسناء واللي فوق بعيد عن السناء. بس يمر بالنقطة صفر واحد ده يا شباب. شايفين واحد عصادات ده يمر به. واحد ده. خدوا باتكم بواحد ده لما عملها الزوج مرطة يبقى صفر واحد. هيمر بيها بس هنا برايب وهنا بعيد. كده يا شباب. حتى تلاقي المرحانة طالعة. يبقى الدلة تزاودية. خليكم فاكرين دي. علشان هنجلها بالوقت. دي رسم الدلة ازا كان اساسها اكبر من واحد. لازم تكون تزاودين. تماما شباب. رقم اربعة عشر. تكون الدلة الاسية التي اساسها الف تنقصية ازا كانت نوة لسه جالين. تنقصية ازا كان الاساس يعني حصر بين الصفر والواحد. يعني صفر اصغر من الف اصغر من واحد. خدوا لكم الاساس هنا الف. يبقى انحصر بين الصفر والواحد. يعني صفر اصغر من الف اصغر من واحد. برافع عليك يا يوسف. طيب احنا عايزين نتاكد بالرسم. يلا بنا. يبقى تكون الدلة الاسية التي اساسها الف تنقصية ازا كانت الالف اللي هو الاساس يعني حصر بين الصفر والواحد. اكتبها زيال الصفر اصغر من اصغل من واحد او تكتب او تساوي. اصغل من بس. مثال كده اي حاجة بان صفر والواحد ولا يكن نصف. والاستيسي. تب رسمها ازاي عدس التزاولية. بس يمر برضو بالنقطة واحد عالصادات. يجزي عملها الزوج مرطة بصفر وواحد. خدوا بالكم. العدد واحد عالصادات يجزي نقطة بتاعت صفر وواحد. على هذه الزوج مرطة. طب عايزة عملها دلوقت. احنا كنا عملنا التانية كده تزاولية. التانية ستكون كده. الناحية الشمال جريبة للسينات والناحية اليمين جريبة للسينات والناحية الشمال بعد عن السينات كده. يبقى الناحية اليمين جريبة للسينات والناحية الشمال بعد عن السينات. ستجدها ايه؟ لما تمشي مش مالية من نزلة يوجد اسمية التنقصية لازم تعرفوا الرسمتين كويس عشان لما تجيبوا المجال والاضطراض والحاجات يامي والمادة والحاجات اليام هناخدها دلوقت رقم 15 مادة دالة دالة الحسودات السين بسوى نصف السيسين هو نوبا ممكن واحد يكون حافص على طول المادة صفر ومال النهائي برافع عليك يوسف لكن احنا عايزين نفهمها تعالوا نرجع الرسم فاكرين الرسمة دي احنا لسا رسمينها دلوقت الاساسي انحصر بين الصفر والواحد يبقى على طول التنقصية وانتوا فاكرين الرسم لسا رسمينها دلوقت اهي يا شباب نصف السيسين تنقصية كده انا عايز المادة هنعمل منحنا على الصداوات نعمل التحت بعد كده نعمل يفوق خدوا بالكم اللي تحت كماشي كده ما بيوصلش للسيناء طب لو نعملت على الصداوات مش هاي المسر الصفر يبقى عمل الصفر ولازم تكون مفتوحة هيا ما نعملت هاش كده كده هتكون مفتوحة طب نعمل اللي فوق خدوا بالكم ده طرح طوال لما وشت لماليش نهاية يبقى هيوصل لمالة نهاية والمالة هاي لازم تكون مفتوحة يبقى لمالة كده فاهمناها بالرسمة يا شباب تعرفوا تجيبوا بردو الدال التزاودية المدى بتاعه هيطلع نفسي دي بردو عايزكم تجيبوها بنفس الخطوات أنا عايزكم تفهموا برسمات رقم ستاشر اذا كان الدالسين بيساوي اتنين وستالب سين فهنا دالسين تكون تنقصية عن الدالسين تنتمي لنوبة وهدي يقول لي يا ميستر دي ده الاوسي بس أنا عايز اعرف الأساس دلوقتي اكبر من واحد ولا نحصر من الصفر والواحد واحد يقول لي الاوسي دلوقت اللي قد انت لازم توزع الاوسي أنا لسه شرح واحدة شبه اتنين اوسي سالب سين هي المفروض اتنين اوسي سالب واحد سين الاوسي الاول الوسي سالب واحد ولوزع الاساس jehovah coups والاوسي التاني漂 على Dock تبقى اتنين أسي سالب واحد والكل اسي سين اتنين اوسي سالب واحد لسه جايب دلوقته اي عدد بحقل بحقل يكون واحد او عدد يكون اثنين أسي السالب واحد استأن الأستبقى واحد صناف depois puedesيك由 Deck الاساس ينحصر بين صفر و واحد يكون المفروض الاوسي الدول مايز نحصد هو الاساسي الدول ثنقصية لستهماع على مجالها على حق كلها يعني سين تنتمي الحق مرافع عليك يا اوسي طب احنا عايزين دلوقت نتاكد بالراسم يلا بنا تعالوا الماشي واحدة واحدة الاول ده السين بتساوي اثنين اوستالب سين لسه جاي اوستالب سين يعني اوستي سالب واحد سين اوستي سالب واحد وزع الاساس جوا كوكس والاوستي سين عالكوكس بتساوي الى جوا الكوكس ال SALE jedenوستالب واحد بولا اثنين على طلق خط الاسي العادد اوستي سالب واحد واحد عالعادد خمسة اوستل ال واحد وزع الناها ال generalized سابع اوستالب واحد واحد وزع الابعة اربع اوستالب واحد وزع الاربع والاوستي سين زمائي انتظرين بتينزما و conseguما نảoش lim που AMU الاوستي طناكسية wo ا치는 كnadين ازاي? اه هرسم لكم محورين اهو. خدوا بالكم الرأس ما تكون فوق محور السناد. بس التنقصية. يعني على اليمين جريبة للسناد. وعلى الشمال بعيدة عن السناد. كده. فاكرين النقطة دي ايه? واحد ع السناد. واحد ع الصادات اللي هي السفر واحد. عايز اعملها بزوج مرتق. يا واحد عالصاد اعصادها اللي هي السفر واحد. خدوا بالكم دلوقت التنقصية. المجال بتاحها ايه? لو نيمتل ع الشمال على السناد? الشمال ماشي طوال يبقى ايه؟ ما انهاي؟ سلب ما انهاي. فاصل. نيمتل اللي من على السناد اخدوا بالكم برضو مشي على طول ناحية اللي من يبقى ايه؟ ما انهاي. حد فاكر السلب ما انهاي وما انهاي ليحها? يبقى الدلة التنقصية على مجالها اللي هوها طبعا عايزة اكتبها سين اقول جاي سين تنتمي لها يبقى التنقصية على مجالها اللي هوها عايزة اكتبها هكده اقول سين تنتمي لها كده يا شباب فهمنا كل حاج رقم 17 ايا من الدول اللي يأتيها تكون متزايدة على مجالها احنا عارفين الدلة الاجسية لازا لازلج ان الاساس اكبر من واحده يبقى متزايدة على مجال اللي هوها دي دلة اسسية صح بس الاساس ينحصر من صفر و واحده يبقى طناقصية دي دلة اسسية اخدوا بالكم 33 سالب سين د何ها واحد على ثلاثة وستسين. واحنا لسه عدفين بالوقت. الثلاثة وستسين الواحد هو كوس اللي هي واحد على ثلاثة وستسين على الكو. دي تناقصية. ده السين بتساوي اثنين على ثلاثة وستسين تنحصر من صفر وواحد. يبقى تناقصية. دي هي التزاودي. لان الاساسة اقبط من واحد. يبقى دي متزايد على مزاح. يلاهو يا يوسي. محلت شوى لواحدة منهم غلط. يبقى دي يا يوسي. ماشي. رقم 18. اذا كانت نونسين بتساوي سالب واحد لكل وستسين مزاب واحد وانها تعبر عن نغة. خدوا بالكم. اذا لقيت الاساس بالسالب على طول الاسة الدل وسي. دل وسي اساسها السالب نصف. طبعا الدل وسي الاساس ما ينفحش يكون سالب غلط. دل وسي دل وسي. ليس دل وسي. لان الاساس اصغر من صفر. فعلا. لازم الاساس يكون اكبر من صفر وملايش هو واحد. يبقى دي صح. الف وبيه معا. انا قلت الف غلط وبغلط. يبقى دي غلط. يبقى اختار رقم جيم. يلاهو عليك يا يوسي. برضو معنا الاساس. رقم تسعة عشر. ازا كانت دل سين بتسوي اتنين وستين مجاب واحد وكانت النقطة الف ونص تنتمي البيان دل. فان الف بتسوي نقطة. اخو ركزوا بايف دي. عايزة شوية تركيز. احنا عارفين الزوج المرتب سين وصاد. وبعدوا عارفين صاد اللي هي دل سين. يبقى هنا اكتب على سين وهنا دل سين. يبقى نص هتسوي اتنين وستالف زياد واحد. دلوقت احنا عارفين نص اللي هي اتنين وستالف واحد. اللي اتنين في المقام تطلع في البسط ونعكس الاشارة. اتنين وستوا واحد تطلع في البسط اتنين وستالف واحد. اتساس بيساوي اساس يبجاوس بيساويوس بسهولة اجيب آلف. خدوا بالكم دي يا شباب. يلا بينا. يبقى يا شباب. انا عايز عارفين قطو 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 جمهورة بسين وصاد. بس انا هكتب سين ودلسين. دلسين اللي هي الصاد يا شباب. شيل دلسين ده وحط نص. شيل سين ده وحط آلف. يلا واحدة واحدة. دلسين عشالها وحط البسط ونص. بتساوي. اتنين وستين مجاب واحد. شيل سين ده وحط البسط ونص. الواحد باتنين وستين واس ساوي واحد. علشان نخلل الاساسات بيساوي بعض. عارفين انص. الى اثنين واس واحد والس سلبي واحد. الى اثنين واس واحد في المقام والس واحد تطعف الباس. ثم بوص سالب واحد يسوي قسم السالب واحد يسوي السالب واحد مجاب واحد رابع اكس الاشارة يبقي الاف سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب اثنين تماما الشباب هل يوسف تعمل هكذا تعالوا نشوف يلا هو عليك يا يوسف خد رقم اتنين و احنا جلنا سلب اتنين خد اتنين و احنا جلنا سلب اتنين كمان اكس يا يوسف منك لا يا يوسف غلطات رقم عشرين اذا كانت صاد واحد بتساوي اتنين وصاد اتنين بتساوي تلاتة وصاد تلاتة بالساوي اربعة وشتسين حيث سين اكبر من صفر فان نوبل موجود اربع اختيارة طبعا دي و اللي دي و اللي هنعمل يا مستر هنعمل دلوقت يا شباب حجة صغيرة بيقولك سين اكبر من صفر اخترت سين اي عدد اكبر من صفر وخد مسلا ولتكن اتنين شيل سين هنا احطوا اتنين اتنين و اتنين باربعه بقساط واحد باربعه شيل سين احطوا اتنين تلاتة والاثنين بتسع ابيختات اتنين بتسع شيل سين ماحطوا اتنين اربعه كلتنا باربعه ولتنين باربعه كلتنا باربعه اشتر بخد XX هلاحظوا ايه نعم Check 18 اكبر من نسعة اكبر من اربعه هبسته ساعة عمقته كicular يعني انسته الالتنابرا اكبر من صاد اتنين اكبر من صاد واحد ورة اخر جهة الان وارك يا هوسي الله Tech heavenly العناور عليك يا و companionship تعالوا لمشى خطوة يابجأ البنقال 5 قلينا ع bli يا نابج بخدام سين بتساوي اثنين. اي عدد اكبر من الصفر. بس ياريت متاخدوش كسور ينفع والله بس مطلوباتي نفسك خود اعداد صحيح. اكبر من الصفر. تعليم جيب صد واحد. بتساوي. شيل سين وحط اثنين يبقى اثنين واثنين واثنين واثنين. حتساوي اربع. فاسل. تعليم جيب صد اثنين. شيل سين وحط اثنين يبقى تلاتة واثنين. بتساوي تسا. فاسل. تعالوا نجيب صد اثنين. شيل سين وحط اثنين. اربعة واثنين بتساوي ستاشة. هلاحظ ستاشة. اكبر من تسعة. اكبر من اربعة. يبقى ستاشة. اكبر من تسعة. اكبر من يالعود بالاصل بتاعه 16 ليه صد 3 اكبر من 9 ليه صد 2 اكبر من 4 ليه صد 1 اللي هو الاختار يا شباب رقم 20 وانتظروني في الفيديوهات اللي جاية يا شباب